اشتركوا في القناة المتعلقة بتصنيع العصائر والمشروبات سواء كانت مشروبات طبيعية او الشراب الصناعي او الشراب المستخلص وبعد كده في تصنيع الطالب للمركزات وبانواحها المختلفة سيان كان هذه المركزات صناعة تصنيع المربى تصنيع سلسة الطماطم تصنيع الجلي تصنيع المرميلات تصنيع اللفائف كل دي ان شاء الله ستتناولها هذه الوحدة وحدة شيقة جدا فيها قصص علم الصناعات الغذائية المنتجات دي معظمها بيتم تصنيعها داخل معامل التصنيع الغذائي المرة السابقة احنا اتكلمنا باستفادة عن حاجة مهمة جدا ان احنا ازاي بنعد المحاليل الملحية والمحاليل السكارية اللي هي اساس في تصنيع المنتجات المختلفة مخرج تعلم رقم واحد كان بيتناول تصنيع العصائر والمشروبات او يصنع العصائر والمشروبات اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ان احنا ازاي بنتم عملية تصنيع العصير قبل ما نبتدي نتكلم عن تصنيع العصير عرفنا وقلنا ان العصير هو عبارة عن العصارة الطبيعية لسمار الفاكهة او الخضر الكاملة النطج الخالية من الاصابات طبعا المزال منها اللب والقشور طبعا ويه يحتوي على اللب او جزء من اللب طبعا ويه بيكون خالي من البذور والقشور والالياف ويكون العصير معامل بطريقة حفظ مناسبة يعني نظرا لان العصير احنا ما بنضفش عليه اي اضافات خارجية فطبعا لابد له من وسيلة حفظ ممتازة او طريقة صحيحة حتى لا يصاب باي نوع من انواع الفساد طبعا يا ابناء الطلبة والطالبات احنا خدنا الخطوات الاساسية في صناعة العصير بس قبل برضو ما خدنا الخطوات الاساسية قلنا ان القيمة الغذائية للعصير بتتناول انها بيحتوي على اكبر قادر ممكن من الفيتامينات والاملاح المعدنية بالاضافة الى احتواء على السكريات طبعا كل دي بتبقى مفيدة للجسم خدنا طبعا ان احنا ازاي بنصنع العصير كل ده استرجاع للحلقات السابقة علشان ان شاء الله حنكمل النهاردة بقية صناعة العصير اول حاجة عملناها اختيار الصنف وعرفنا في الحلقات السابقة ان الصنف ده مهم جدا في اختياره علشان مش كل الاصناف تصنع لصناعة العصير وسبقوا قلنا ان مثلا عندنا اللي احنا لو احنا عملنا عصير برتقال ان احنا بنفضل ان احنا نستخدم البرتقال البلدي عن البرتقال ابو سره او السكري وعرفنا ان السبب ان البرتقال البلدي بيتميز باحتواءه على كمية كبيرة من العصير واحتواءه على مراكبات عالية من مراكبات اللون والطعم ورائحة بالاضافة الى احتواءه على نسبة عالية من فيتامين سي شان كده ده بيصلح لصناعة العصير لما تيجي تعمل كبيرة عصير كده من البرتقال البلدي هتبص تلاقي رائحة قوية جدا ولونه وطعمه بيبقى مميز جدا في حين ان انت لو استخدمت البرتقال السكري هتبص تلاقي الطعم مش قوي وبالتالي يفضل البرتقال البلدي عن البرتقال ابو سر اتكلمنا كذلك على ان مثلا عندنا الليمون عندنا ان احنا بنفضل ليمون الاضالية اللي هو الليمون الكبير في الحجم عن الليمون البلدي اللي هو الصغير اللي هو البنزهير ليه؟ لاني قلنا ليمون الاضالية بيتميز برضو بيحتواءه على كمية عصير كبيرة الغدد الزيتية اللي بتحتوي على نسبة المرارة بتبقى قليلة وبالتالي ونسبة فيتامين سي بتكون عالية عشان كده يفضل الليمون الاضالية عن الليمون البنزهير في صناعة العصير برضو اختيار الصنف في بعض انواع الفواكه والخدر عندنا الخدر زي الفراولة ما بتجي تختارها تختارها تختار الفراولة اللي هي نسبة المواد الصلبة فيها عالية ما بتكونش السمار بتكون طرية لا بتكون الحمار بتاعها عالي بتبقى باين جدا انها سمار ممتازة يعني تملي العصير علشان يبقى ممتاز لابد ان احنا بنختار الاصناف اللي تتلاءم في صناعة العصير ما نقولش مثلا ان احنا خلاص هدي صمرة مستوية قوي لا ان دخلها في صناعة العصير هتبص تلاقي ده بيأثر بالسلب على جودة العصير اللي حيبتدي يتصنع خدنا اختيار الصنف خدنا بعد كده عملية تجهيز هذه الثمار لعملية الاستخلاص العصير ايه هو عملنا رقم اتنين عملية الغسيل وقلنا عملية الغسيل بتختلف من الثمار على حسب طبيعة الثمار في بعض انواع الثمار بيتم الغسيل غسيل قوي او شديد شوية لان الانسجة بتاعت الثمرة بتكون قوية وفي نوع تاني من الانسجة بتبقى طرية بتلقمها نوع تاني من انواع الغسيل يعني مثلا احنا عندنا الثمار زي ثمار الفراولة لما بنيجي نغسلها بنغسلها بالرشاشات او بالرزاز عبارة عن ان الثمار بتبقى ماشي على سير متحرك مسقب وفقه بيبقى مصورة كبيرة كده بتبتدي بينزل المية او رزاز المية على ثمار الفراولة فبتخلصها من الاتربة اللي موجودة فيها فيه عندنا وقلنا ووريتكو فيديو المرة اللي فاتت الحرقة السابقة عن البراميل الدوارة او الاستوانة الدوارة اللي بيتم الغسيل بعض الثمار فيها زي عندك مثلا الجزر وقلنا الجزر بيتميز بالصلابة الانسجة بتاعته وبالتالي بيدخل جوه السناديق دي اللي هي عبارة عن سدابات خشبية من الداخل فيها حاجة عاملة زي الصنفرة بتبتدي يتقلب الاستوانة اثناء التقليب بيحصل احتكاك وبالتالي بتتزال الطبقة الخارجية او طبقة اللي هي القذورات اللي موجودة على سطح الجزر وبالتالي بيتم فيه طيار مية وبالتالي بيتم التخلص تماما من اي حاجات غير مرغوبة موجودة على سمار الجزر لو انت عندك السمار فيها بعض القذورات لزقة فيها او طين او اي حاجة لابد ان احنا بنلجأ الى عملية النقع عشان عملية النقع دي بتخليلك بتدوب هذه القذورات وتبتدي تنزل مع ماء الغسيل ماء الغسيل ساعت بيضع عام او بيوضع في حمد الهيتروكلوريك بنسبة مخففة طبعا هذه النسبة كفيلة بانها تقضي على معظم اثار المبيدات علشان خاطر نبتدي تدخل الثمار نظيفة كويسة جدا ما فاش اي حاجة طيب بعد كده بتعمل عملية طبعا الفرز عملية الفرز ان انت بتفرز الثمار وتبتدي تشوف الصالح بيخليه والحاجة اللي تلاقيها مش صحيحة تبتدي تستبعدها بعد ما عملنا عملية الفرز خلي بالك انا بكلمك الكلام ده النهاردة علشان خاطر لما نيجي ندخل على الجزء الجديد يبقى انت فيه تواصل ما بين الاديم والجديد بتعمل بعد كده عملية بعد عملية الفرز بتعمل عملية لو فيه ازالة النوى او ازالة البزور وعمليات التأشير المختلفة علشان خاطر تبتدي تدخل الثمار في مرحلة مهمة جدا اللي هي المرحلة بتاعت النهاردة اللي هي مرحلة استخلاص العصير استخلاص العصير ده عشان تستخلص العصير لابد من وجود عصارات مناسبة تتلاءم مع طبيعة السمار اللي انت عايز تعصرها طيب احنا برضو فيه عوامل بتساعد على سرعة عملية الاستخلاص ايه هي مكان وجود العصير موجود فين هل هو موجود فيه مثلا فصوص هل هو موجود مكان وجوده ده بيأثر على كمية العصير نوع الاداة المستخدمة في استخلاص العصير كل دي عوامل تؤثر على كمية العصير اللي احنا ما حنبتدي نعملها طيب العصارات عندنا لها مواصفات خاصة لابد ان العصارة تكون مصنوعة من معدن غير قابل للصدق ما جابش حاجة بالصد واقول حاستخلص بها العصير لا تتفاعل مع العصير ما يبقاش مثلا انت عندك عصارة حديدية وتيجي تعمل عملية العصر فيحدث تفاعل ما بين العصير والمعدن ويؤدي الى ان العصير عندك بتظهر فيه طعم غير مرغوب ولونه بيكون غير مرغوب وطبعا العصارة بتكون طبعا سهلة التنظيف وسهلة الفك والتركيب عندنا انواع كثيرة من العصارات حنذكرها وحنشوف شكلها من خلال الشرايح اللي انا محضرها لكم عندنا فيه مثلا على سبيل المثال فيه العصارات المخروطية العصارات المخروطية اللي هي بتتناسب مع الموالح زي عصير البرتقان فيه عندك عصارة مخروطية يدوية ودي كلنا بتبقى موجودة في بيوتنا بتبقى شكل مخروطي بتمسك البرتقانة وبتقطعها نصين وتبتدي تعمل عملية العصر وفيه عندنا عصارات مخروطية يدوية زيتها زراع ضاغط وده تملي بتلاقيه عند عصير البرتقان او عصير الاصب تبص تلاقي فيه العصارة موجودة وليها الزراع بيحطوا نص البرتقان ويبتدي يعصر او يضغط على اليد وبالتالي بيتم استخلاص العصير او عندك عصارات طبعا فيه عصارات تانية مخروطية كهربائية كتير جدا منها ده بالنسبة لحالة الموالح فيه نوع تاني منها العصارات اسمها العصارات الاستوانية العصارات الاستوانية دي بتبقى استوانتين بيدوروا عكس بعض بيبقى فيه مسافة ما بين الاستوانتين وانت بتتحكم في هذه المسافة سيان ان انت بتوسع المسافة ما بين الاستوانتين او ان انت بتضيق المسافة طيب دي بتعمل ايه دي بنستخدمها في حالة عصير الاصب لما احنا نعمل عصير الاصب كده بنستخدم هذا النوع من العصارات وطبعا في مصانع استخلاص عصير القصب عشان يتعامل سكر هذه العصيرات بيبقى فيها اكتر من عصارة بتمر العود القصب على كذا مرحلة من مرحلة العصر عشان يحصل على اكبر قدر ممكن من العصير في عندنا عصيرات بقى عادية خالص في عندنا العصيرات الحلزونية بتبقى عصارات كده حلزونية بتتحط فيها السمار اللي هي اللبية اللي زي مثلا عندك عصير الفراولة بتبقى شكلها عامل زي المفرمة بالزبط بس من جواها في حلزون وبتبقى المخرمة بحيث ان انت وانت بتعمل عملية زي عملية الفرم بتبتدي تتعمل عملية استخلاص للعصير في عندك عصارات رحوية ذات ذراع ودي كمان زمان كانوا بيستخدموها سيدات البيوت طبعا لما كانوا بيبتدوا يعملوا الطماطم يعصروا الطماطم بيبقى قرص كده موجود في زي مصفة والقرص ده بيد بزراع بتحطي بتقطع الطماطم وتبتدي تحطها وتبتدي تعمل عملية العصر براحة اليد كده وده كان بيفصل لك القشر عن السمار اللي موجودة عندك فيه طبعا حاجات لحصرة لها فيه عندنا عصارات ذات اقفاص بتبقى زي قفص كده القفص ده مخرم وداخل فيه زي زراع بيطلع وينزل بتحط المادة الغزاء او السمار اللوبية ويتبتدي تضغط عليها يعني بتحط عليها الضغط من اعلى الى اسفل بينزل هذا اللوح وبالتالي بيعمل عملية عصر للسمار وبتخرج من الفتحات المخرمة في السندوق فيه نوع تاني عندنا عصارات مكابس ذات الواح وكماش يعني عصارات مكابس ذات الواح وكماش بيبقى عبارة عن لوح بيبقى زي اللوح كده الواح فوق بعضها بتبقى لوحة اللوح فوق لوح الواح فوق بعضها واللواح ده بتبقى طبعا فيه مكبس هيدروليكي بيبقى في المنتصف المكبس ده بيضغط من اسفل الى اعلى ممكن نقرب المسافة ما بين الواح وممكن نفتح المسافة ما بين الواح طب ده هنعمل بائه بنستخدم بعض الثمار زي عندك العنب زي عندك الفراولة زي عندك الزتون بيتحط فيه كياس من الصوف أو كياس من القطن طيب بيبتدي تتحط وتتقفل كويس جدا وتتحط هذه الأكياس الكيس اللوح بيبقى متبادل الألواح مع الأكياس وبعد كده نشغل المكبس الهايتروليكي تبص التالي الألواح كلها تقرب من بعضها وبالتالي بتضغط على الكيس المحطوط اللي جوا الثمار اللي انت عايز تعمل العصير بتاعها مع قوة الضغط الهايتروليكي تبص تلاقي يبتدي العصير ينزل أو لو كان الزتون تبتدي زيت الزتون يبتدي ينزل بهذه النوع من أنواع المكبس نشوف مع بعض هذه الأنواع من العصارات وشكلها عامل ازاي عشان يبقى عندك فكرة ايه هي أنواع العصارات المستخدمة في استخلاص العصير نشوف مع بعض عندنا طبعا الوحدة اللي عندك اسمها وحدة تصنيع العصار والمركزات المستوى التالت قلنا ان الهدف من الوحدة هي عبارة عن اكساب الطالب الجدارات يعني المهارات المتعلقة بتصنيع العصائر يعني أنت هتبتدي تعرف القلية اللي هتبتدي تشتغل بيها عشان تصنع العصائر والمشروبات والمركزات تبقى للاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء طبعا والصحة المهنية كل ده بيخضع للاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء والصحة المهنية طبعا احنا عارفين ان مخرجات التعلم لهذه الوحدة عبارة عن مخرجين تعلم اول مخرج كان عبارة عن يصنع العصائر والمشروبات يصنع العصائر والمشروبات وإحنا كل ده شغالين لسه في مخرج التعلم رقم واحد لسه ما دخلناش على مخرج التعلم رقم اتنين مخرج التعلم رقم اتنين كان عبارة عن إيه؟ يصنع المركزات إحنا كل شغلنا دلوقتي على المخرج رقم واحد اللي هو إيه؟ اللي هو يصنع العصائر والمشروبات إحنا شغالين على مخرج التعلم ده خلي بالك مخرج التعلم ده لمعايير أداء دلوقتي احنا شغالين على عصير ازاي بتصنع عصير احنا وقفنا الاخر مرة عن عبارة عن استخلاص العصير زي ما انا قلتلك اختخاب الصنف عندنا الفرز عندنا الغسيل عندنا الفرز والتأشير رقم اربعة استخلاص العصير احنا طبعا عارفين ان في عوامل بتأثر على طرق استخلاص العصير ايه هي العوامل بتأثر على طرق استخلاص العصير ده كذا عامل أول حاجة السرعة اللي بيكون عليها العصير موجود طبيعة توزيع المواد المرغوبة اللي احنا عايزينها في العصير السرعة المرغوبة في استخلاص العصير بيها وكذلك الإمكانيات المادية وتكاليف الاستخلاص كل دي عوامل بتؤثر على سرعة استخلاص العصير طب إما نيجي نتكلم عن أهم الآلات المستخدمة في استخلاص العصير هناخد أول حاجة عندنا زي ما انت شايف السورة دي كده واحد ماسك أصب وبدخله جوه استوانتين بيدوروا عكس بعض دي بنسميها عصارات ذات استوانتين عصارات ذات استوانتين طيب العصارة اللي تحتها شايفين حاطت فيها برطقان ودي العصارات اللي هي المخروطية ذات الذراع الضغط ودي اللي بيبتدي يشتغل بيها بتاع عصير الأصب في عندك العصارات ذاتة ذراع حلزونية بتبقى ذراع حلزونية وتبتدي تحط فيها عندك الفراولة أو أي ثمار لحمية العنب ممكن أن انت بتحطها والحلزون يبتدي يشتغل وبالتالي بيبتدي العصير ينزل معاك في عندك العصارات المخروطية العادية ودي اللي احنا بنستخدمها في بيوتنا أنا بتكلم على العصارات بوجه عام يبادي اسمها أنواع العصارات المستخدمة في استخلاص العصير طيب في عندك العصارات زي عصارات الجزر دي عصارات بتبقى عصارة بتفصل التفل أو الشوائب عن العصير دي برضو عصارات الجزر ممكن أننا نستخدمها في استخلاص عصير التفاح برضو بتفصل لك التفل عن العصير اللي موجود في التفاح برضو عندك عصارات الطماطم الرحوية اللي أنا قلت لك عليها زي بتوع زمان بتبقى شكلها عامل زي المصفة وتبتدي جواها قرص بيدور وهذا القرص طبعاً أنت بتحط الطماطم وتبتدي براحة اليد عندك الزراع تبتدي تشتغل به وبالتالي بينزلك كمية العصير وبيحجز لك التفل بتاع عصير الطماطم اللي احنا عندنا طيب بعد كده بنعمل عملية التصفية طيب أنت بتصفي العصير بعد ما أنت بتكون تديد خلاص نزل عندك العصير التصفية دي فيه أنواع كتيرة من المصافي أول نوع من المصافي اسمها المصافي الاستوانية الدورة ودي تملي بنشيل بيها الألياف والقشور اللي بتكون جبيرة الحجم أنت بتدخل العصير جوه الاستوانة المثقبة دي وأثناء دورانها بتفصل لك معظم التفل أو معظم البذور والقشور والألياف اللي أنت مش عايز تستخدمها فيه عندك مصافي هزازة هاوريكوا سور ليها بس بعد ما نعدي الشريحة دي مصافي هزازة دي بتبقى مصافي فيها خاصية الهز زي بالضبط المناخل دي بتبقى بيتم سكب العصير عليها في أثناء عملية هز المصافي تبتدي تعملك نخل للعصير وبالتالي بتحجز لك البذور والقشور والألياف وبيتخلي لك العصير بيبقى خالي تماما من ده عندك مصافي معدنية تشبه المصافي المنزلية دي شكلها بتبقى عملها زي مصفة البيت ودي ساعة بنشتغل بها في المعامل مع الطلبة بتاعتنا لما بنعوز نصفي عصير البورتقان عشان بيبقى صافي عندنا لما ورق سور لهذه الأنواع من أنواع المصافي عندك هون مصافي الاستوانية شكلها بيبقى عمل زي ده كده أثناء دوران الاستوانة بتتحجز كل أو معظم التفل والبذور جوه المصفة في عندك الغرض منها فصل القشور والألياف الخشنة ده شكل المصافي الاستوانية من الداخل المصافي الهزازة زي ما انت شايف كده بتبقى زي مصفة زي منخل وبتتحط عليها العصير وتبتدي تتهز أثناء عملية الهزز بتبتدي تحجز لك البذور والكشور والألياف وبينزلك العصير عادي خالص ده أنواع المصافي وفي عندك الاستوانة المصفة المنزلية اللي احنا كلنا عارفينها بعد كده بنعمل عملية الترشيح اتكلم شوية على جزء ده احنا دلوقتي وصلنا الاستخلاص العصير وعملنا عملية الاستخلاص وصلنا لمرحلة التصفية علشان نشيل البذور والكشور والألياف ساعات في أجزاء دقيقة بتبقى موجودة مع العصير وبتنزل معاه وده بتسبب طبعا بيبقى العصير مش رائق تماما وبالتالي بنحتاج إلى عملية تصفية أكبر وأضاك بتستخلص أو بمكن بنسميها خطوة الترشيح خطوة الترشيح ممكن تتعمل بكذا طريقة ممكن ان انت تمسك قماش زي الشاش وتتحطي كذا طبقة على بعضيها وتبتدي يصب أو يتم سكب العصير عليها فبالتالي بتحجز لك الأجزاء الأضاك شوية علشان خاطر تحيتخلي العصير عندك شرائق وجميل عندك أو ان انت بتستخدم قطن وتبتدي تصفي عليه أو ان انت بتستخدم ألواح الأسبستوس مع القطن ده برضو كفيل بأنه هو يشلك أي شوائب ولو كانت صغيرة موجودة داخل العصير طيب بعد كده بعد كده بنعمل خطوة مهمة جدا جدا خطوة اسمها الترويق الترويق ايه الترويق ده؟ العصير بيبقى فيه بعض الشوائب اللي احنا ما نقدرش نشلها عن طريق التصفية أو عن طريق الترشيح دي عبارة عن المواد الغروية المواد البروتينية دي بتبقى دايبة بتبقى دايبة في العصير ومنعرفش نشلها بعملية التصفية وبالتالي بنلجأ إلى خطوة مهمة جدا اسمها خطوة الترويق علشان عندك العصير يبقى رائق نلجأ لهذه الخطوة في معظم أنواع العصير يعني زي عصير العنب عندك عصير التفاح أنت ما بتشوف عصير التفاح كده ما بتشوفه في الأسواق بتلاقي العصير الرائق تماما ما بتجي تشوف عصير العنب بتشوف العصير الرائق تماما ولكن لا يمكن إجراء عملية الترويق في حالة عصير المانجو عصير الجوافة عصير الطماطم كل دي ما نقدرش نكون موجودين فيها ليه؟ لأن المواد المسؤولة عن الطعم والرائحة موجودة في صورة غير ضيبة مواد الغروية دي فإنت لو شلتها حتؤدي إلى الحصول على عصير مانجو خالي أو طعمه ضعيف جدا ولونه ضعيف جدا يبقى أنت شلت الحاجة الكويسة اللي إحنا بنحبها جوا العصير ده في حالة إيه؟ في حالة عصير الجوافة وفي حالة عصير المانجو وفي حالة عصير الطماطم لا يجرى لها عملية الترويق إنما عندك عصير زي عصير رمان عندك عصير العنب عندك عصير التفاح دي نلجأ لها لعملية الترويق طب ساعة أنت العصير ما بتسيبه فترة كده من الزمن تبصت لقيه فصل بدل ما نقول عليه فصل بنقول عليه حدث به إهرة الترويق العصير روّق طب أنا حتدي أعب العصير عدي في العبوات وححطها تتعرض لو أنت شفت العصير ولقيت في هذه الزاهرة لقيت العصير مروّق أو العصير فاصل ساعت بتقول أنت جواك إن العصير ده جودته مش كويسة علشان كده بنلجأ إلى عملية الترويق عملية الترويق دي علشان تتم بتتم بكذا طريقة بتتم بكذا طريقة قال لي أبناء الطلبة يركزوا معي في الجزئية دي أول حاجة بتم عملية الترويق بأول طريقة من الطرق باستخدام الجاذبية الأرضية يعني إيه باستخدام الجاذبية الأرضية أنا باخد العصير خصوصا عصير العنب بتتعامل الطريقة دي مع عصير العنب بياخدوا العصير ويبتدي يحطوه في مكان منخفض في طبعا تنكات في مكان منخفض درجة الحرارة بيصيبوا لمدة ستة أشهر وقد يضاف معاه مادة حفظة علشان يمنع العصير من الفساد طب إيه الجاذبية الأرضية ليه فأليه إن إحنا بنسيب العصير فترة طويلة كده ده علشان خاطر إن إحنا بنخلي معظم المواد الغروية تبتدي ترصب في قاعد تنك وبعد كده نبتدي نشيلها بعملية الترد المركزي أو أي طريقة للفصل وبالتالي العصير ده مش هيحدث له ظاهرة الترويق وده بيتم فعلا في عصير العنب لأن عصير العنب فيه أملاح مشهورة جدا فيه اسمها أملاح الترطرات الأملاح دي مع عملية التغزيط وعملية الترويق ده بالجاذبية الأرضية بنبتدي بعد كده بنحصل أو بنبتدي نفصل هذا الملح اللي هو قد يسبب عيوب في عمليات التصنيع بعد ذلك يعني دي أول طريقة أنا باستخدمها اللي هي استخدام الجاذبية الأرضية تاني طريقة من طرق إجراء عملية الترويق هي عبارة عن استخدام الحرارة المرتفعة شفت أنا بقول إيه؟ استخدام الحرارة المرتفعة ولكن وكلمة ولكن نحط تحتها خطين ما نوصلش درجة الحرارة إلى درجة الغليان يعني أنت ما تقولش أن أنا حشيل المواد الغروية اللي موجودة أو المسببة لظاهرة الترويق في العصير بالغليان كده مش صح لأن أنت لو غليت العصير حيبتدي ياخد العصير الطعم المطبوخ وده غير مروف في صناعة العصائر طب أنت هتعمل إيه؟ أنت هتبتدي تجري معاملة حرارية بسيطة على درجة حرارة حوالي 180 درجة في هرنهايتي لمدة مثلا من 2 ل 3 دقايق ده بيعمل إيه؟ هذه الحرارة تساعد على تجمع المواد الغروية أو الشوائب المسؤولة عن ظاهرة الترويق في سورة تجمعات طالما تجمعت نبتدي نفصلها بعمليات الطرد المركزي أو عمليات الترشيح المختلفة كل طريقة بتتنسب مع طبيعة العصير يبقى دي تاني طريقة من طرق إجراء عملية الترويق يبقى أول طريقة كانت إيه؟ أبناء الطلبة الجاذبية الأرطية تاني طريقة عبارة كانت إيه؟ برافو عليكم كلكم قلتوا استخدام الحرارة المرتفعة ولكن لا تصل إلى درجة الغلايا درجة الحرارة كام؟ 180 درجة فرد عادي طيب عندك الطريقة الثالثة عن طريق التجميد عن طريق التجميد يعني إيه تجميد؟ أخذ العصير وابتدي حطوه في طرجة حرارة التجميد عملية التجميد حتساعد على تجمع المواد الغروية أو المسؤولة عن ظاهرة الترويق حتبتدي تتجمع بالحرارة المنخفضة بعد كده بنعمل صهر لهذا العصير ثم التخلص من المواد الغروية أو المسببة لظاهرة الترويق في العصير لحد دلوقتي إحنا ماشيين كويس طيب في طريقة تانية ممكن إن إحنا نستخدمها في عملية الترويق إيه هي؟ إن إحنا بنستخدم بعض المواد المجمعة الغروية يعني إيه بعض المواد المجمعة الغروية؟ حاجة بنحطها عاملة زي المغناطيس يعني إيه زي المغناطيس؟ مغناطيس بيدخل جوه العصير؟ طبعا هو مش مغناطيس أنا بمثله لك بقولك شبه المغناطيس أنا بحطه جوه العصير طيب المواد الغروية بتحمل الشحنة السالبة المواد المجمعة الغروية اللي أنا هحطها بتحمل الشحنة الموجبة بيحصل تجازب ما بين الشحنة السالبة مع الموجبة وبالتالي بيتم تجميع المواد الغروية المسؤولة عن ظاهرة الترويق بواسطة المواد المجمعة الغروية طيب المواد المجمعة الغروية دي زي إيه؟ عندنا حاجات كتيرة جدا مواد مجمعة الغروية عندنا أول حاجة بنعمل مخلوط من مادتين مادة اسمها مادة التانين زائد مادة جيلاتين حوالي 35 مادة تانين جرام مادة تانين بنحط عليها 50 جرام مادة جيلاتين نعمل مخلوط كده بنحطها في العصير ودي بتعمل مواد مجمعة الغروية وتجمع لك معظم المواد الغروية المسؤولة عن ظاهرة الترويق دي أول حاجة طيب احنا بنلجأ لحاجة تانية ممكن مواد مجمعة الغروية عندنا حاجة اسمها الطفل الأسباني في عندنا حاجة اسمها الفلترسل في حاجة اسمها البنتونايت كلها عبارة عن مواد مجمعة الغروية مستخلصة من التحالب البحرية ودي بيتم استخدامها علشان خاطر تعمل لك تجميع للمواد الغروية المسؤولة عن ظاهرة الترويق طيب في حاجة كمان استخدام المستخلصات الانزيمية في بعض المستخلصات الانزيمية احنا بنحطها مع العصير وبالتالي يمكن انها بتتخلص لك تماما من المواد الغروية طيب المستخلصات الانزيمية دي زي ايه؟ زي المستخلصات الانزيمية عندك زي مادة مشهورة جدا مستخلص انزيمي اسمه البكتينول اسمه ايه؟ البكتينول يبقى اذا احنا اخدنا كزا طريقة لعملية الترويق استخدام الجاذبية الاردية استخدام الحرارة المرتفعة استخدام الحرارة المنخفضة استخدام المواد المجمعة الغروية استخدام المستخلصات الانزيمية تعال نشوفها مع بعض عندنا الترشيح زي ما انت شايف كده عندنا الغرض من عملية الترشيح هو عبارة عن امرار العصير خلال قماش دقيق النسيق او طبقة من القط بنستخدم مرشحات ذات الواح من الاسبستوس طبعا ده مع او الاسبستوس مع القطن عندك دلوقتي خطوة الترويق اللي هو في صناعة العصير واحنا قلنا الترويق عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ازالة اجزاء ادق حجما زي ايه؟ ايه هي بقى الشوائب اللي انت ما تقدرش تشيلها بعملية التصفية عندك زي السموغ عندك المواد البكتينية عندك المواد البروتينية كلها غرويات في العصير ملحوظة بعض العصائر يستحب ان يكون رائق شفاف يعني في عصير بنحب نستخدمه بيكون رائق شفاف مثل العنب مثل التفاح وبعض العصائر لا يستحب لها الترويق لان المواد الغروية بها تحمل مواد مسؤولة عن الطعم والريحة يعني انت لو استخدمت او شلت المواد الغروية دي اكنك شلت الريحة بتاعت العصير ده او شلت اللون او الطعم وده زي ما قلت لكم زي عندك المنجة وزي عندك الجوافة وزي عندك الطماطم طرق الترويق احنا طبعا سردناها مع بعض في كذا حاجة اول طريقة كان الترويق بالاعتماد على الجاذبية الارضية في عندك تاني حاجة الترويق بالحرارة المرتفعة في عندك الترويق بالحرارة المنخفضة وانا قلت لك زي عملية التجميد في عندك كمان الترويق بالمواد المجمعة الغروية وفي عندك زي المواد المجمعة الغروية عندك زي الجيلاتين والتانين او مخلوطهم يعني ممكن نستخدم الجيلاتين لوحدة او التانين او ان احنا بنعمل مخلوط ما بين التانين والجيلاتين علشان يعمل لك ترويق في عندك الدياتومز الطفل الاسباني طفل البنتو نايت والفلتر سيل وانا قلت لكم ان كل دي عبارة عن مستخلصات مستخرجة من التحالب البحرية وتستخدم كمواد مجمعة غروية في عملية الترويق فيه طبعا احنا بنستخدم النسبة اللي بنستخدمها بها عندنا 35 جرام من التانين بنحط عليهم 50 جرام من الجيلاتين لكل 100 جالون عصير خلي بالك ان احنا ممكن نعمل ديع في سورة جيلاتين مع التانين في سورة عجينة بتتحط فيه قماش وممكن يوضع داخل العصير وبتبقى سهلة جدا ان احنا بتجمع المواد الغروية او ان احنا ببساطة جديدة بنحطها وبنمر عليها العصير فبتعمل زي المغناطيس انها بتجمع لك معظم المواد الغروية طيب في عندك الترويق بالانزيمات او بالمستخلصات الانزيمية زي المادة اللي خدناها قبل كده او اللي احنا قلناها زي المستخلص البكتينول البكتينول طب بنستخدمها بنسبة كام بنستخدمها بنسبة 1 جرام لكل 75 جرام عصير طب بيبقى ده على درجة حرارة 66 درجة فيهرنهايتي خلال 20 ساعة بتكون ان شاء الله معظم المواد الغروية ابتدت تتجمع ونتخلص منها تاني المستخلص اسمه البكتينول بحطه بنسبة 1 جرام لكل 75 جرام عصير على درجة حرارة 66 درجة فيهرنهايتي خلال 20 ساعة طيب عندنا خلخلت الهواء احب اتكلم شوية على الجزئية دي احنا دلوقتي بعد ما عملت العصير وخلصته خالص بتبتدي تعمل حاجة اسمها خلخلت الهواء طيب هو الهواء ده موجود فين الهواء ده بيكون موجود في الانسجة بتاعت النبات اللي انت بتعمل فيها انت بتش عندك دلوقتي السمار بتعمل عملية عصر الانسجة بتبقى موجودة بتبقى في الفراغات ما بين الانسجة فيه اكسوجين الهواء ده المفروض ما يكونش موجود داخل العصير طب الهواء ده بيعمل ايه او يعني لو انت عندك حاجة عصير زي عصير برطقان عصير اللمون وفيه اكسوجين هتبص تلاقي اكسد لك فيتامين جيم ودي حاجة غير مغروف فيها طبعا هيضيع الفايدة بتاعته خالص دي اول حاجة تاني حاجة هي اكسد لك مركبات اللون والطعم عندك اللون مثلا عندك زي لون زي لون الفراولة لونها احمر هتبص تلاقي لما الاكسوجين بيكون موجود فيها هتبص تلاقي يحصل اكسده لمركبات اللون وبالتالي يتحول من اللون الاحمر الى اللون اللاميل الى البني وبالتالي العصير دلوقتي هتبص تلاقي لونه غير مغروب طيب ممكن ان الهوى بيسبب لك انتفاخ للعلب وتآكل للمعدن يعني انت دلوقتي عندك هوا جوة العلبة ما تخلصتش منه طب هيحصل هتبص تلاقي لعبوة اللي انت حاطت فيها العصير هتبص تلاقي تنتفخ 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 وبالتالي يحدث لو كانت معدن يحصل تآكل لمعدن العلبة وده يعتبر غير مغروب في صناعة العصير عشان كده بنعمل حاجة اسمها خلخلط الهوى خلخلط الهوى ان احنا بنشيل الاكسوجين من داخل العصير طب الخلخلة دي بتتم ازاي بنستخدم حاجة الحاجة دي بنحطها بتضرد الاكسوجين ببرا وما بتأثرش على طعم العصير ايه هي الحاجة اللي بنبتدي ندخلها جوة العصير حاجة اللي هو غاز النيتروجين الخامل بنستخدم عملية او خلخلط الهوى باستخدام غاز النيتروجين الخامل حيث انه يقوم بطرد الاكسوجين خارج العصير واحلاله ممكن بيبقى هو برضو يطلع معاه ولكن في جزء بيتبقى ليس له اي تأثير على اللون او الطعم او الرائحة دي اول حاجة او ممكن ان احنا بنستخدم بعض الانزيمات اللي موجودة بنستخدم بعض الانزيمات تضاف الى العصير بتعمل اكسادة للجولوكوز اللي موجود جوه العصير وبالتالي بتستهلك الاكسوجين اللي داخل العصير وبالتالي احنا كده بنتخلص من معظم الاكسوجين برضو احنا ساعات في عصير الموالح ممكن نتخلص من الاكسوجين عن طريق ان احنا بنستخلص الطبقة الزيتية اللي موجودة في عصير الموالح وبالتالي بتكون دي محملة باكبر قدر ممكن من الاكسوجين طبعا دي بتبقى نادرة الحدوث ولكن ان انا عايز اقوله ان احنا لابد ان احنا نجري هذه الخلقلة وذلك للحفاظ على جودة العصير سين كان لون طعم رائحة سين كان فيتامين سي بعد ما عملت عملية خلقلة ليه الهواء تبتدي تعمل عملية التعبئة للعصير ويتم التعبئة في ظروف صحية جيدة ممارسات تصناعية جيدة العبوات اللي انت بتستخدمها تكون عبوات نظيفة وبعد كده بيتم غلق العبوة بيتم بعد ذلك عملية الحفظ الحفظ او قبل الحفظ بيتم وضع لسق البيانات بتلزق البيانات او الاستيكر على العبوة بتكتب فيها نوع الثمار المستخدمة في صناعة العصير تاريخ الانتاج تاريخ انتهاء الصلاحية الوزن الصافي قد ايه صنع ايه العلامة التجارية كل دي بيتكتب على الليبل بتاع العصير وبعد كده بتبتدي تحفظ العصير بطريقة حفظ مناسبة احنا عندنا طرق لا حصرة لها في حفظ العصير اما انت بتستخدم الحفظ باستخدام الحرارة المرتفعة زي عملية التعاقيم وعملية البسترة ممكن ممكن انت تحفظ عن طريق استخدام الحرارة المنخفضة عن طريق عملية التبريد وعملية التجميد ممكن انت تحفظ عن طريق استخدام المواد الحفظة المسرح باستخدامها في المواصفة ومعصفة القياسية ممكن ان انت تستخدم عملية الحفظ بنزع جزء من الرطوبة زي عملية التكفيف انت مثلا عندك التكفيف اللي هو مثلا اللفائف اللي انت بتستخدمه ممكن تعمل مثلا من العصير بودر تعمل بودر يعني تعمل مسحوق البرتقال مسحوق المنجة مسحوق الجوافة كل دي كمان دي ممكن تحفظها بهذه الطريقة طبعا احنا عندنا طرق لا حصرة لها في عمليات ممكن ان انت تعمل عملية التركيز التركيز ده زالة الرطوبة برضو والتكفيف كل دي اسمها طرق اساسية لحفظ العصير عندك علشان خاطر العصير لا يصاب باي نوع من انواع الفساد نشوف مع بعض عندنا خلخلة الهواء الخلخلة ممكن تتم عن طريق استخدام غاز خامل اللي هو غاز النيتروجين وفي عندك الخلخلة عن طريق المعاملات الانزيمية اللي هتعمل اكسادة للجلوكوز داخل العصير وبالتالي هتعمل عملية يعني تخلص من الاكسوجين المسبب للاضرار مسبب للاضرار داخل العصير عندك دلوقتي حفظ العصير بيبتدي حفظ العصير بكذا طريقة اول طريقة من حفظ العصير استخدام الحرارة المرتفعة عندك زي عملية البسترة وفي عندك عملية التعقيم التجاري في اللي عندك حاجة تانية استخدام الحرارة المنخفضة زي عندك التبريد وعندك عملية التجميد عندك استخدام المواد الحفظة زي عندك بنزوات السوديوم فيه مادة مشهورة جدا اسمها بنزوات السوديوم ودي بيصرح باستخدامها في المواصفة القياسية وبه بحدود مناسبة عندك التكفيف اللي هي ممكن ان احنا مثل تكفيف عصير المشمش الى لفائف او ان انت بتستخدم بتعملها بودر طبعا ابناء الطلباء والطالبات انتوا دلوقتي زي ما انتوا شايفين دلوقتي ان احنا عندنا طرق مختلفة لصناعة العصير وان احنا عملنا التعبئة والتغليف وحطينا الملصق بتاع المنتج اللي عندك علشان خاطر هذا المنتج يفي بمواصفات الجودة الخاصة بصناعة العصير كل ما ابتديت بداية صح هتبتدي ان شاء الله تشتغل بطريقة صحيحة طبعا الجزء اللي انا ديتهلكو ده دلوقتي ده يعتبر الجزء المعرفي اللي المفهود ان انت معرفي ومهاري علشان هو ده اللي يبتدي تعمله داخل المعمل الصناعات الغذائية علشان خاطر لما هتيجي تتقيم ان شاء الله انت هتتقيم في حاجتين في حاجة لتجهيز الخامات لوحدها ازاي بتجهيز خاماتك عشان تشتغل بيها والبطاقة التانية ازاي تصنع عصير او خطوات اللي انت هتعملها هتبتدي تاخد عليها التقييم بتاع الجدير او غير جدير بعد في حالة بطاقة الملاحظة اللي هي ان شاء الله باذن الله حالهلكو في الحلقة القادمة ان شاء الله اتمنى من ابناء الطلبة والطالبات انهم يكونوا قد استفادوا من هذه الحلقة على امل ان انقاكم في حلقات قادمة استودعكم